السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه يا ربي داي من تخونه بخير حلقة جديدة في يوم جديد يوم كله اشراقه وامل وتفاؤل يا ربي ديم علينا الصحة ورحت البال والستر بصوا بقى النهاردة جايبا لكم حاجة حلوة اوي تغيير مش منتشرة كتير مننا ما يعرفهاش اكلة جميلة انا اول مرة اكلتها اكلتها عند واحد صاحبتي وحاجبتني اوي بص يا هي مش اكلة قد ما هي بقول لكم ايه احنا نعمل النهاردة خبز الفوكاتشا خبز الفوكاتشا من احلى انواع الخبز هو شبه البيزا جدا وهو من المطبخ الايطالي هقول لك دلوقتي حاجات كتير عنه وبجد لما تجربه يعني بجد هدمنه حلوة اوي وعايز اقول لك قد ايه هو سهل وبسيط وطريقة وهيلة ومقاديره بسيطة يلا نشوف المقادير وبعدين هنروح على طريقة التحضير عشان نعمل خبز الفوكاتشا الايطالي هنحتاج اول حاجة الوليش اللي هو التخمير هنحتاج علشان نعمل التخمير ايه كباية وتلت من المياه الدفع هنحتاج لمعلقتين صغيرين معلقة كبيرة يعني من الخميرة الفورية هنحتاج كمان لربع معلقة صغيرة من لا معلقتين صغيرين من السكر ربع معلقة صغيرة من الخميرة الفورية عشان نعمل بقى العجينة هنحتاج لتلات كبايات ونص دقيقة ربع كباية زيت زتون معلقة صغيرة ملح هنحتاج علشان نزين الخبز الامر ده اكلي للجبل اللي هو الرزماري وكمان طماطم شاري زيتون مخلي زيت زيتون وملح البحر ملح البحر ده اللي هو الملح موجودة يا جماعة في كل سوبر ماركت بصوا في حاجات كتير احنا مش معتادين عليها وبناكلها من بره ومن البهر قوي يعني الخبز ده دايماً بيتقدم في المطاعم الإيطالي يعني مثلاً لما يجيلك مزاك كده وتقوله ان احنا هنأكل بره النهاردة دايماً بيتقدم مع المقرار الفيتشيني ومع الجاردن صالة تلاقيه كده محطوط في طبق الواحده وعايز اقولك انه هو غالي مش رخيص رغم ان المكونات زي ما نشايفه شوية دقيق شوية ملح شوية سكر مقدير بسيطة جداً والنتيجة هيلة انا عايز قبل ما نشتغل اوريكي النتيجة والنتيجة دي كمان هنطلحها مع بعض على الهواء بصوا يا جماعة دي نتيجة الخبز اللي احنا هنشتغل فيه النهاردة